ان برشلونة السنة دي خسر من دي بورتيفو ألفس الفريق اللي لسه صاعد حديثاً 2-1 في الجولة الثالثة وبعدين اتعادل مع أتلتكو مدريد 1-1 في الجولة الخمسة وبعدين اتعادل مع ملجة في الجولة الثناشر اللي هي الجولة اللي قبل اللي فاتت وأخيراً برضو اتعادل النهاردة مع ريال مدريد فكده برشلونة فقط 9 نقاط ده بالنسبة لمباراة برشلونة وريال مدريد وأنا طبعاً سعيد جداً النهاردة ان يعني ريال مدريد مخسرش من برشلونة ان كان مشكلة كبيرة لو ريال مدريد خسر النهاردة من برشلونة والحمد لله بقى ان سيرجيو راموس قدر يحرز هدف التعادل في الدقيقة 90 برضو نهاردة كان فيه قمة